يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة التاسعة والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك لازال كلامنا يتواصل في العنوان الأخير من عنوين مرحلة الظهور عنواننا هو نهاية مرحلة الظهور وهو يشتمل على عنوين فرعية وفات قائم آل محمد صلوات الله عليه المهديون الاثنى عشر رجعة الحسين صلوات على الحسين لازال كلامي في العنوان الأول فيما يرتبط بمقتل إمام زماننا مثل ما جاء في خبر المرأة التميمية التي ستباشر قتل إمامنا صلوات الله عليه بحسب ما جاء في الخبر الذي قرأته عليكم وتحدثت عنه في الحلقة الماضية تحدثت عن الإمكان المنطقي وعن الإمكان العقائدي وعرضت وعرضت مضمون الخبر بالإجمال على قاعدة المعلومات التي هي قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم ووصلنا إلى هذه النتيجة من أن مضمون الخبر بالإجمال يقع صحيحا في دائرة الإمكان العقائدي بل ما قرأت عليكم من أحاديث إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه حيث صرح لنا من أن عهدا معهودا من رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر كلهم ما بين مقتول ومسموم مرة كل هذا علينا في الحلقة الماضية لو انطبق مضمون الخبر والإمام قتل صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لحقائق العقائد بالنسبة لدقائق المعارف في ثقافة الكتاب والعترة فإن الأمر إن جرى بالطريقة التي وردت في خبر المرأة التميمية أو جرى بطريقة أخرى هناك حقيقة لا بد أن نلتفت إليها الحقيقة هي أن شؤون محمد وآل محمد غير شؤوننا الموت الذي يجري عليهم هو غير الموت الذي يجري علينا والقتل الذي يجري عليهم هو غير القتل الذي يجري علينا لا بد أن نميز فيما بيننا وبينهم نحن مظاهر عرضية وهم حقائق ذاتية وفارق كبير بين هذين الأمرين صحيح أن الأمور الدنيوية الترابية تجري عليهم وهذا جزء من الحكمة الإلهية ولأنهم في مقام من مقاماتهم بالنسبة إلينا يمثلون الأسوة فمقام الأسوة بحسب الحكمة يقتضي أن تجري الأمور الترابية عليهم هناك هناك آية في الكتاب الكريم آية مهمة جدا إذا فهمت بدقة فإن الأمور ستكون واضحة إنها الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا الحديث عن الرسول الذي يرسله الله إلى الناس فإنه يرسل رسولا من الناس إليهم إلا أنهم يقولون لماذا لا يرسل إلينا ملكا من الملائكة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة الأنعام وما بعدها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون حينما يقولون لو لا أنزل عليه ملك يريدون أن يروا بأم أعينهم ملكا رسولا من الله بحسب ما هم يريدون وبحسب ما هم يتصورون كلامنا في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لابد أن يكون منسجما مع الواقع الذي سيتحرك فيه حتى يستطيع أن يتواصل مع الناس قوانين المدارات لابد أن تعرفوا هناك مدارات تكوينية وهناك مدارات تشريعية هذه مدارات تكوينية لن يستطيع الملك أن يتواصل مع الناس إلا عبر هذه المدارات التكوينية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حينما يقول من أننا يتحدث عن نفسه وعن أمير المؤمنين يتحدث عن نفسه وعن آله من أنه ما حدث الناس ولا هم أيضا حدثوا الناس ما حدث الناس قاط على قدر عقله وإنما حدث الناس بقدر عقوله هذا الكلام في الأفق الأول منه يرتبط في جانب التشريع وفي جانب الألفاظ ولكن في الكلام إشارة عميقة إلى المدارات التكوينية المعصوم ولايته تكوينية وتشريعية وقوانين المدارات منها ما يرتبط بالتكوين ومنها ما يرتبط بالتشريع والآية واضحة إنها مثال من أمثلة المدارات التكوينية ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ما يلبسون وليس ما يلبسون دققوا النظر في الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون وليس ما يلبسون ولا توجد قراءة حتى عند المخالفين لا توجد قراءة ما يلبسون ما يلبسون إنه اللباس الثياب أما ما يلبسون فإنه اللبس الأمور التي تجعل عقل الإنسان مضطربا الأمور التي تلتبس وتضطرب بسببها العقول والقلوب من هنا جاء في وصف الفقيه الذي هو من فقهاء العترة الطاهرة من أن اللوابس لا تهجم عليه لا تهجم عليه اللوابس هذا هو الفقيه المفهم وليس الذي يعد نفسه فقيها أو أن الشعة تعده فقيها وإنما الذي يعده محمد وآل محمد من أنه فقيه فهذا هو الذي لا تهجم عليه اللوابس من اللبس والالتباس فلا توجد قراءة عند المخالفين يلبسون من اللباس هناك قراءة عندهم ولا أبالي بقراءاتهم لكنني أريد أن أوصل رسالة إليكم من أنني حينما أحدثكم أحدثكم ويدي مملوءة بالمعلومات وما أحدثكم به هو أقل مما لا أحدثكم به كي تعرفوا من أن المطالب التي تطرح بين أيديكم تستند إلى بحث طويل وإلى تحقيق عميق هناك قراءة عند المخالفين يلبسون إنها قراءة ابن محيص من قرائهم ولا شأن لنا بهم ولا بقراءاتهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون إنها مدارات تكوينية من أننا سنظهر الملك لهم بصورة رجل منهم هم الذين يريدون أن يخلط على أنفسهم فنحن سنقوم بهذه المدارات التكوينية سنخلط عليهم هم الذين يريدون هذا الالتباس هذه حقيقة خطيرة من حقائق القرآن دقق النظر فيها وانظروا إلى سذاجة وبداوة دين سقيفة بن ساعد ودين سقيفة بن طوس هذا هو دين الأعراب أما دين الحقائق ودين العمق مثل ما يقول أمير المؤمنين عن قرآنه عن قرآن محمد وآل محمد من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق هذه مدارات تكوينية والمدارات التكوينية قانون واسع واسع جدا فما يجري على محمد وآل محمد من الشؤون الترابية هو داخل في قوانين المدارات التكوينية فافهموا 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 وتبصروا ما هذا يجري على الملائكة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم على الناس ما يلبسون ما يلبسون على أنفسهم فلذا تأتي المدارات التكوينية هنا لأن الناس يريدون هذا لأن الناس يريدون هذا تأتي المدارات التكوينية هنا هو لأجلهم لصلاحهم أئمتنا هكذا يقولون بليت هنا مع الناس عظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا وإن تركناهم ضلوا بغيرنا فإن غيرنا سيضللهم لأنهم يستجيبون لغيرنا وهذا هو واقع الشيعة بالضبط دين العترة هذا لا يستجيبون له يستجيبون لأولئك البتريين لأولئك المرجئيين الطوسيين إن بليتنا بالناس العظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا وإن تركناهم ضلوا بغيرنا هذه حقائق دين العترة الطاهرة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون عملية واضحة من عمليات المدارات التكوينية لا تتوقع أن المدارات تشريعية فقط نسبة المدارات التشريعية إلى المدارات التكوينية قليلة جدا أكثر المدارات في شؤون محمد وآل محمد مدارات تكوينية ولو فهم الشيعة هذه الحقائق لتوضحت كثير وكثير وكثير من الأمور أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف إنها كلمات علي وكلام علي علي الكلام علي الكلام وكلام الإمام إمام الكلام هذا هو كلام الإمام كلام أمير المؤمنين كلام الأمير أمير الكلام هو هو كلام رسول الله هو هو كلام الله كلام علي كلام محمد وكلام محمد كلام الله هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة والسبعون من الخطبة السابعة والثمانين أذهب إلى موطن الحاجة من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس أيها الناس أيها الناس يا ليت الناس يستمعون لعهلي يا ليت هم يستمعون لعلي وماذا يقول أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا من محمد وآل محمد إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون أنتم تعيشون ما بين مدارات تكوينية ومدارات تجريعية ولذا الحل الوحيد التسليم 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 قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون الفلاح في التسليم لمحمد وأهل محمد مثل ما قال أمير المؤمنين في حديث الحقيقة لكميل كميل سأله عن الحقيقة إلى أن قال له أمير المؤمنين يا كميل يا كميل أطفئ السراج أطفئ السراج فقد طلع الصبح أطفئ السراج إذا أردت أن تتعامل معنا من دون قوانين المدارات التكوينية والمدارات التشريعية أطفئ عقلك أطفئ السراج أطفئ السراج فقد طلع الصبح إذا كنت تبحث عن الصبح فعليك أن تطفئ السراج لأن السراج لا ينفع مع طلوع الصبح السراج ينفعك حينما تكون في الظلام حينما تكون قد وصلت إلى الصبح فإن السراج ليس بنافع أطفئ السراج يا كميل أطفئ السراج فقد طلع الصبح أعود لكلام علي أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون فإن أكثر الحق فيما تنكرون هذه قواعد المنطق العلوي إذا كنا نبحث عن المنطق العلوي فلا تقول بما لا تعرفون أنتم غاطسون في بحر من تطبيقات قوانين المدارات التكوينية والمدارات التشريعية فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون كلمات مهمة وواضحة جدا إنه يموت من مات منا وليس بميت هذه مدارات تكوينية مدارات تكوينية لماذا لأنني سأبين لكم لأنني سأبين لكم من أن النظام التكويني من جملة قوانينه التدمير الذات والموت نتاج لهذا القانون محمد وآل محمد ليسوا خاضعين لقانون التدمير الذات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك هم وجه ربك كل من عليها فان إنه قانون التدمير الذات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذه الحقائق ليست خاضعة لقانون التدمير الذات سيأتينا الكلام تباعا إنما هو بيان إجمالي بحسب ما يسمع بالمقام وماذا نقرأ أيضا إنه الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة حديث المعرفة بالنورانية إنه من أضعف الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال الطوسي حديث ضعيف جدا لكنه يأتي متعانقا مع مضامين نهج البلاغة مع مضامين القرآن وحقائق القرآن والتي ستتضح تباعا في هذه الحلقة وربما في التي بعدها أيضا لأنني أرى الوقت يجري سريعا والمطالب مزدحمة ووفيرة فماذا أصنع لهذا الوقت يا سلمان ويا جندب وجندب هو أبو ذار يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يموت وكيف يموت نحن نموت لأننا خاضعون لقانون التدمير الذاتي أما هم فوق هذا القانون نحن كائنات بشرية في حقائقنا أما هم كائنات إلهية في حقائقهم مظاهرهم بشرية حقائقهم إلهية نحن مظاهرنا بشرية وحقائقنا بشرية أما هم مظاهرهم بشرية في هذا العالم الذي نعيش فيه ويكونون بين أظهرنا لكن حقائقهم حقائق إلهية يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا لن يقتلوا كيف يقتلون هذا قتل ظاهري نحن لا ننفي القتل عنهم مثل ما تفعل الفرق الباطنية الضالة هذا هو ديننا نحن نقرأ في توقيع إسحاق ابن يعقوب وقد ورد هذا التوقيع بخط إمام زماننا على السفير الثاني وفيه أجوبة على أسئلة إسحاق ابن يعقوب إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة السابعة بعد المئتين مما جاء في التوقيع الشريف وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال الحسين مزقته السيوف وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن قتل الحسين يقول من أنه سيقتل قتلة ما قتل بها أحد لا قبله ولا بعده السلام على المجرع هكذا نخاطبه في زيارة الناحية المقدسة إنها الزيارة التي وردتنا من إمام زماننا السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المجرع لقد تجرع تجرعا السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام السلام على المغسل بدم الجراح جراح جراحه جراحه بجنبها جراح جراحه جراحه فوقها جراح جراحه ببطنها جراح السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المنحور في الوراء الحسين نحر وذبح السلام على المنحور في الوراء السلام على المقطوع الوتين هذه عملية الذبح وهذه عملية النحر السلام على المنحور في الوراء النحر غير الذبح لا أريد أن أدخل في تفاصيل الزيارة الشريفة إمام زماننا في هذا التوقيع الشريف يقول وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَهُ النصيريون يزعمون هذا وغيرهم من الفرق الباطنية كالسبائيين والخطابيين وسائر الفرق اللعينة الأخرى من الغلاد وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال هل هناك من تناقض بين هذا وبين الذي بينته ما كل هذا يقع في دائرة قوانين المدارات التكوينية يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب وَإِنَّا قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا وَإِنَّا قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا تستغربون من هذا ستتضح الأمور هذه لان للنفي التأبيدي الإمام ما قال وَإِنَّا قَتْلَانَا مَا قُتْلُوا قال وَإِنَّا قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا قال إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب وإن قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا هل هذا يعني أن القتل الترابية لا يجري عليهم واضح توقيع إسحاق بن يعقوب فإن القتل الترابية سيجري عليهم والذي ينكر هذا فإنه سيصبح كافرا كلهم الإمام واضح جدا الموضوع لا يكتمل بهذه العجالة عليكم أن تصطبروا عليه وشيئا فشيئا سيتضح المعنى هكذا نزور سيد الشهداء إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي إنه الكتاب المتوفر لديكم زيارة قصيرة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه نزور بها سيد الشهداء هكذا نخاطبه أشهد أنك قتلت قتلت ولم تموت أشهد أنك قتلت إنه هذا القتل الذي جرى على سيد الشهداء هذا القتل الترابي أشهد أنك قتلت ولم تموت لأن القتل شيء والموت شيء آخر هذا في الناس فما بالكم في محمد وآل محمد فإن القتل في الناس شيء والموت شيء آخر فما بالكم في محمد وآل محمد أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك أنت مصدر الحياة فكيف تكون ميتا أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة أقرأ الكلمات مرة أخرى عليكم تدبروا فيها عودوا إليها إنها من زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والتي تأتي تحت هذا العنوان الثالثة زيارة النصف من شعبان في سياق هذا العنوان أورد المحدث القمي هذه الزيارة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنك يا حسين يا حسين يا حسين أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك وبضياء نورك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا هذه الزيارة لخصت كل الكلام الذي مر علينا وجاءت بعبارات مونقة رائقة سلسة جميلة هذه هي زياراتهم وأدعيتهم التي جعلوها لنا منابع معرفة وعيون عقيدة صافية هذا هو منهج العترة الطاهرة وهذه هي الحكمة اليمانية التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل سأمر على آيات الكتاب الكريم وستكونون معي إنها حقائق القرآن القرآن حدثنا عن أنواع الموت فالموت أنواع بحسب القرآن سورة الزمر إنها الآية الثانية والأربعون بعد البسملة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تحدثت الآية عن نوعين من الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها هذا هو الذي يعرف بين الناس بالموت الطبيعي وسأعود إليه أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا النوع إنما أريد الإشارة إلى موت النوم فإن النوم نوع من الموت درجة من الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إنه يتوفاها في منامها فمنامها موت لها درجة من درجات الموت حينما يقول الناس إنما النائم ميت هذا الكلام دقيق وصحيح جدا فإن النوم موت وهذه ثقافة القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فنحن فنحن نموت كل يوم لأننا ننام كل يوم نموت كل يوم من أيام حياتنا كم هو الموت قريب مننا لكننا غفلون عنه هذه هي الدنيا ونحن أبناؤها الدنيا دار غفلة ونحن أبناؤها الغافلون فيها هذه هي الحقيقة التي لن تتضح بنحو جلي لنا إلا بعد موتنا مثل ما يقول صلى الله عليه وآله فإن الناس نيام نيام نحن نيام فإذا مات تبه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إذن كلنا يجري علينا هذا النوع وهذا اللون من ألوان الموت إنه موت النوم لكن هذا لا يجري على محمد وأهل محمد نراهم ينامون لكن المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه إذن هو لا ينام إذن لا يطرأ الموت عليه ما هو بميت الموت لا يطرأ على العينين الموت يطرأ على القلب حينما نموت في نومنا فإن قلوبنا هي التي تموت بمستوى من مستويات الموت عدم الإدراك المعصوم مدرك حتى في نوم هناك الأحاديث وهناك الحوادث التي تمثل المصادق لتلك الأحاديث لكن ني لا أجد وقتا لإرادها خلاصة الكلام المعصوم أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة وعن ولد علي وفاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد أتحدث عن هؤلاء فقط والحديث عن هؤلاء فقط وليس هناك من أحد لا من الأولين ولا من الأخرين يدخل في هذا الإطار هذا هو إطارهم فهؤلاء تناموا عيونهم والمراد من نوم عيونهم أنهم يغلقون عيونهم عند النوم لكن قلوبهم لا يمكن أن تنام لأن قلوبهم بين يده الله فكيف تنام القلوب التي هي بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ذلك نحن هكذا نقرأ في سورة النجم هكذا نقرأ في سورة النجم التي تتحدث عن طبيعة رسول الله إنها الآية السادسة بعد البسملة ذو مرة فاستوى هذا محمد المرة هي الطبيعة ذو مرة فاستوى طبيعته مستوية الطبيعة المستوية لا هي التي تزداد ارتفاعا ولا هي التي تنقص نزولا وهذا هو الذي نقصده حينما نزوره في زيارته الشريفة السلام على صاحب الوقار والسكين الحديث عن حقيقة مستقرة ليس الحديث عن الوقار والسكينة التي هي آداب أخلاق خصال يتحلى بها الإنسان الحديث هنا عن ذات مستقرة عن ذات ساكنة ذو مرة فاستوى هذه الطبيعة المستوية الطبيعة المستقرة الساكنة التي لا تعلو ولا تسفل ومن هنا فإن عيونهم تغلق عند النوم يغلقون عيونهم لكن قلوبهم متيقظة في أعلى درجات التيقظ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية أوردها الصدوق في كتابه التوحيد أمير المؤمنين يقول أنا 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 قلب الله الواعي هذا القلب كيف ينام هذه كلمة علي أنا قلب الله الواعي فهذا القلب كيف ينام كيف ينام هذا القلب من هنا جاءت الأحاديث في أن محمدا وآل محمد تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم القرآن يشهد بهذا تقولون أين لنذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة هذه هي الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون هنا لا تنطبق علي ولا عليكم لأننا لا نمتلك هذه الرؤية رؤيتهم رؤية الله من هنا قلت لكم قبل قليل من أنهم كائنات بشرية في المظهر أما في الحقيقة هذه الكائنات كائنات إلهية فهذه الآية تتحدث عن أن شؤونهم لا تقيد لا بزمان ولا بمكان إنهم فوق الزمان والمكان فهل هذا في مظهرهم البشري الذي نراه هذا الكلام لا يأتي منسجما إنما في مظهرهم الإلهي في حقيقتهم الإلهية التي هي وراء هذا المظهر البشري وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هل ينامون هؤلاء هؤلاء لا ينهمون لا يمكن أن ينام رؤية إلهية مطلقة تتجاوز الأمكنة والأزمنة والتضاريس الجغرافية تتجاوز كل شيء من الحواجز والحواجب هذه رؤية الله هي هي رؤية محمد وآل محمد الآية واضحة واضحة صريحة تخبرنا أن هؤلاء بشر في مظاهرهم في حقائقهم إنهم تجليات إلهية في أعلى مراتب التجليات وفي أشرفي وأكملي وأجملي وأجلي تجلياته سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك من جمالك بأجملي هم هؤلاء ذات الإلهية لا يوجد فيها جميل وأجمال إنما يكون هذا في خلقه سبحانه وتعالى الذات الإلهية ليست فيها مراتب المراتب في خلقه فيما خلق اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله هذه المضامين التي وردت في دعاء البهاء من أدعية السحر في شهر رمضان اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله فهم أجمل الجمال وأجل الجلال وأكمل الكمال وأعظم العظمة وأنور النور إلى سائر الأوصاف التي وردت في ذلك الدعاء الشريف وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هؤلاء لا ينامون فموت النوم لا يجري عليه مثلما لا يجري عليهم موت النوم لا تجري عليهم أنواع الموت الأخرى نذهب إلى نوع آخر من أنواع الموت إنه موت القلب نذهب إلى الآية الثانية والعشرين بعد المائة بعد البسملة من سورة الأنعام أَوَمَن كَانَ مَيْتَا أَوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في النَّاس كَمَن مَثَلُهُ في الظُّلُمَات ليس بخارج منها كيف تفسر العترة قرآنها هذا هو الكافي الشريف الجزء الأول الكافي للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة من رجال الغيبة الأولى هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة السابعة بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند الكليني عن بوريد هذا بوريد ابن معاوية العجلي من أصحاب الأئمة المعروفين عن بوريد قال سمعت أبا جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ إِمَامًا يُؤْتَمُّ بِهِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام فالحياة معرفتهم فكيف يمكن أن يطرأ هذا النوع من الموت عليهم لا يطرأ هذا الموت عليهم لأنهم جوهر الحياة إذن موت النوم لا يطرأ عليهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هل ينامون هؤلاء كيف ينامون ورؤيتهم هي هي رؤية الله وهذا التعبير تعبير مداراتي من أن المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه هذا تعبير مداراتي افهموها افهموها هذا تعبير مداراتي تعبير تقريبي يناسب عقلي وعقولكم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا إنه موت العقول وموت القلوب إنها الجهالة والجاهلية من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات مهتة جاهلية هنا الجاهلية والجهالة والجهل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام هذا هو الذي يسبح في الظلمات وقبل قليل قلت لكم من أن أمير المؤمنين قال لكميل أطفئ السراج لأنك تحتاجه حينما تكون في الظلام أطفئ السراجة فقد طلع الصبح عجائب ثقافة القرآن والعترة هل هناك أحلى من هذه الحقائق هل هناك أجمل من هذه المضاميه هذا هو حديث الله الذي هو حديث محمد وأهل محمد وهذا هو حديث محمد وأهل محمد الذي هو حديث الله نقرأ في نهج البلاغة الشريف من الخطبة نفسها التي قرأت عليكم منها قبل قليل أمير المؤمنين هكذا يتحدث عن علماء الجهل والجهال وإنما أقول علماء لأنهم يسمون أنفسهم بهذا الإسم والناس كذلك تطلق عليهم هذا الوصف أمير المؤمنين هكذا يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به ما هو بعالم هو يسمي نفسه الناس يسمونه وآخر قد تسمى عالمه إنه المرجع الأعلى المرجع الأعلى الذي لا يفقه شيئا من العلم أتحدث عن العلم الحقيقي إنه علم القرآن المأخوذ منهم إنها معارفهم التي تفهم بحسب قواعد تفهيمهم بحسب المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي هكذا قال لنا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي وهاه علي يفهمنا هذا حديثه وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال من الذين يعتقد أنهم علماء وقدسهم تقديسا مزيفا فضل لعقله لأن التقديس يمنع العقل من التفكير لا يوجد تقديس إلا لمحمد وآل محمد فقط فهذه هي الحقائق الإلهية القادسة المقدسة القدوسية فقط ولا يوجد غيرها وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصحب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه لا أجد وقتا كي أقف عند هذه الجمل الأنيقة وعند هذه العبارات الدقيقة وعند هذه الكلمات الرشيقة التي تحتاج إلى بيان وشرح وتوضيح قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم هذا هو حال مراجع النجف وكربلة بالضبط دقق النظر في هذه الكلمات يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع على وجهه يقول محتاط المرجع متوقف متوقف لأنه حمار لماذا يتوقف الحمار هو الذي يتوقف الحمار في بعض الأحيان في وسط الطريق يتوقف لا تدري هل هو مصطول هل صار مرجع المرجع متوقف لأنه حمار 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 كبير يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيهتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك وذلك ميت الأحياء منطق واحد منطق العترة الطاهرة في الخطبة نفسها بعد أن شخص ميت الأحياء قال لنا أمير المؤمنين إنه يموت من مات مننا من العترة الطاهرة وليس بميت في الخطبة نفسها تناسق عجيب وهندسة لا تماثلها هندسة في نظم أفكارهم وترتيب كلماتهم هذه هي مفاتيح العقول هنا 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 تبنى العقول في مدرسة منطق علي هذا علي على هذا بايعناه في الغدير تذكروا هذه الكلمة هذا علي يشير إليه هذا علي يفهمكم بعدي الفهم من علي وإلا فإنه الاستحمار نصبح حميرا بغالا جحوشا من دون علي صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إنها دعوة حياة في السياق نفسه الذي تقدم الحديث عنه هناك موت القلب وهناك حياة القلب هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف للكلين وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة المائتين إنه الحديث التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة بسنده بسند الكليني عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال إمامنا الصادق نزلت في ولاية عليا وليس في شيء آخر نزلت في ولاية عليا ولذا إذا أكملنا الآية ماذا نقرأ وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الحديث عن القلوب عن العقيدة والكلام هنا عن موت القلب وعن حياة القلب فهذا الموت لا يطرأ على محمد وأهل محمد لأنهم أساسا منبع الحياة للقلوب الميت نحن هكذا نعتقد وهم علمونا من أن حديثهم حديثهم وليس هم من أن حديثهم هذا الذي نقرأه في الكتب من أن حديثهم حياة القلوب من أن حديثهم جلاء القلوب هو الذي ينظفها هو الذي ينقيها حديثنا حياة للقلوب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فانظروا إلى قلوبكم إذا كانت قلوبا ميتة فابعثوا الحياة فيها بمعرفة إمام زمانكم هذه الآية نزلت كما يقول الصادق صلوات الله عليه في ولاية علي في ولاية علي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم عنوانها 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 الشاخص البارز بيعة الغدير بيعة الغدير حدثنا القرآن أيضا عن نوع آخر من الموت إنه موت الحتف وهذا هو الذي يسميه الناس بالموت الطبيعي موت الحتف كما يقولون مات فلان حتف أنفه هذا هو موت الحتف في سورة الزمر إنها الآية الثلاثون بعد البسملة إنك ميت وإنهم ميتون هذا هو موت الحتف الذي يكون مقدرا على الجميع لكن الإنسان في بعض الأحيان يقتل فلا يموت موت الحتف هذا القانون الأصل لكن قانون البداء هو الذي يتحرك هنا إنك ميت وإنهم ميتون لماذا لم تقل الآية إنكم ميتون جميعا لأن موت محمد شيء وموت الأخرين شيء آخر مثل ما مر علينا قبل قليل إن ميتنا لم يموت موت محمد وآل محمد داخل في مجموعة قوانين المدارات التكوينية أما موت الآخرين فليس داخلا في دائرة هذه القوانين إنه الموت الموت الذي يجري علينا نحن ترابيون ونحمل في داخلنا أسباب التدمير الذاتي كسائر التكوينيات الأخرى قانون التدمير الذاتي هو الذي يقضي علينا حينما خلقنا خلقنا بهذه الكيفية ونحن نحمل في داخلنا أساس التدمير الذاتي لكينونتنا أما هم محمد وآل محمد ذو مرة فاستوى هذه طبيعة مستوية يا صاحب الوقار والسكينة إنها ذوات مستقرة في الزيارة الجوادية إنها الزيارة المروية عن إمامنا الجوادي والتي نزور بها إمامنا الرضا سلوات الله عليهم جميعا الزيارة تتحدث عنهم بهم 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 سكنت السواكن وتحركت المتحركات بهم بمحمد وآل محمد سكنت السواكن وتحركت المتحركات الكلام ليس خاصا بالماديات هنا السواكن والمتحركات هذا العنوان شامل للماديات وللمعنويات وللظلمانيات وللنورانيات ولكل العنواع البرزخية بين كل العناوين التي أشرت إليها تحت كل هذه العناوين هناك سواكن وهناك متحركات بهم بهم بمحمد وآل محمد سكنت السواكن وتحركت المتحركات هذه ما هي كلمات هذه كلمات جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون سيجري الموت على محمد صلى الله عليه وآله وإن كان الذي جرى عليه القتل في الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران جاء الكلام واضحا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل حينما جاء ذكر القتل وهو حالة خاصة بعد الموت فهذا يعني أن الذي سيجري عليه هو هذا خصوصا إذا قرأنا بقيهة الآية ونظرنا إلى الواقع الذي تحقق على الأرض أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم انقلبت الأمة على أعقابها أحاديث البخاري ومسلم من أن الصحابة ارتدوا على أدبارهم القهقرة ولا ينجوا منهم يوم القيامة كما جاءه في البخاري إلا مثل مثل همل النعم وأما في أحاديثنا في الكاف الشريف وغيره فإن الأمة ارتدت إلا ثلاثة وثلاثتهم سلمان والمقداد وأبو ذار رضوان الله تعالى عليه وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُّسُلِ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتْلِ هناك فارق بين الموت والقتل وهذا تؤكده الآيات أيضا في سورة نفسها في سورة آل عمران إنها الآية السادسة والخمسون بعد المئة بعد البسملة والتي بعدها أعيروني انتباهكم أعيروني سمعكم ودققوا النظر معي فيما سأقرأه عليكم من آيات الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ضربوا في الأرض أي تحركوا سفروا أو كانوا أغزا أو كانوا أغزا كانوا أغزا في حالة جهاد بأمر رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هؤلاء يساوون بين الموت والقتل لأن الناس هكذا تجعل الموت والقتل بمعنى واحد القرآن يفرق بين الموت والقتل ولذا حينما قرأت قرأت عليكم قبل قليل بخصوص رسول الله أفإن مات أو قتل هذه أو تشير إلى أن القتل غير الموت أفإن مات أو قتل والذي جرى على رسول الله فإنه قد قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الأمر سواء عندهم بينما الآية التي بعدها ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم هذا كلام الله أما في الآية المتقدمة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فعطفوا القتل على الموت بحرف الواو لأن القتل والموت عندهم شيء واحد هذا كلام الذين كفروا كلام الله هذا ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون والآية التي بعدها ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تعشرون ولئن متم أو قتلتم فهناك فارق فيما بين الموت والقتل وهذا الأمر يتضح أيضا في سورة الحج في الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزق أنهم الله رزقا حسنا ثم قتلوا أو ماتوا فالقتل شيء والموت شيء بالنسبة لنا وبالنسبة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه إلا أن الذي يجري علينا يجري علينا بحسب القوانين الترابية والذي يجري على محمد وآل محمد بحسب قوانين المدارات التكوينية وفي سورة الأحزاب في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا إن فررتم من الموت أو القتل فالموت شيء والقتل شيء آخر هذا واضح في ثقافة الكتاب الكريم فموت الحتفي إذا ما جرى على محمد وآل محمد فإنه سيجري بحسب ما بيّنه لنا أمير المؤمنين من أن ميتنا لم يمت ومن أن قتلانا لن يقتلوا كل ذلك يقع في دائرة قوانين المدارات التكوينية ستتضح الأمور أكثر وأكثر حينما نذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية التاسعة والستين بعد المئة بعد البسملة وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون هذا موت القتل مر علينا موت النوم ومر علينا موت القلب ومر علينا موت الحتف وهذا موت القتل القتل موت لكنه قتل هو غير الموت الحتف فإن الآيات حينما تذكر الموت والقتل إنها تذكر الموت الحتف أما القتل فإنه الموت القتل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سبيل الله أمواتاً هذه الآية تقول لنا نظف عقولكم نظف مدارككم من فكرة أن الذين يُقتلون في سبيل الله أنهم أموات هذه الفكرة خاطئة ليست صحيحة لماذا تبنون أفكاركم وعقائدكم على الظنون وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا قُتِلُوا عند ربهم يُرْزَقُونَ هذا ما هو بموت الحتف هذا موت القتل وموت القتل ليس موتاً موت القتل ليس موتاً قطعاً إذا كان في سبيل الله بحسب الآية وَلَا تَحْسَبَنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حَيَاتٌ حقيقية فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يلحقوا بهم من خلفهم إنهم على اطلاع وتواصل بالذين بقوا على الأرض من بعدهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بنعمةٍ من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الآيات واضحة الآيات تمنعنا أن نجعل عقولنا تبني أفكارها على الظنون تقول لنا من أن أفكاركم أن الذين قتلوا في سبيل الله هم أموات لأنكم لا تشاهدونهم يسيرون بين أظهركم هؤلاء أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بل ذهب القرآن إلى أكثر من ذلك أن حرم علينا نهيا شديدا أن نقول عنهم أموات في الآية الرابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولا تقول نهي واضح نهي تحريمي في مستوى الثقافة والعقل والعقيدة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أنتم لا تشعرون بهم أنتم عندكم موت قلب في هذه الجهة لو كانت قلوبكم حية في كل جهاتها لشعرتم بحياتهم لأن حياتهم أعلى درجة من حياتكم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هذا الموت الذي هو قتل في سبيل الله لن يجري على محمد وأهل محمد لماذا لأنهم هم سبيل الله الذين يقتلون في هذا السبيل سيكونون أحياء أما محمد وأهل محمد فهم سبيل الله فله معنى للقتل وللموت بهذا المعنى أن يجري عليه من هنا فإن ميتهم لم يموت ومن أن قتلاهم لن يقتلوا لأن الذين يقتلون في سبيلهم في سبيل الله هؤلاء سيكونون أحياء وما هم بأموات والقرآن يحرم علينا تحريما فكريا تحريما عقائديا هذا نهي واضح نهي علمي نهي معرفي نهي عقائدي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهذا الموت الذي هو الموت القتل لا يجري على محمد وآل محمد لأنهم هم سبيل الله وهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله صاروا أحياء لأنهم قتلوا في سبيل محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل إذن عندنا موت النوم هذا يطرأ علينا لكنه لا يطرأ على محمد وآل محمد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتذكروا تذكروا هذه القاعدة العقائدية في ثقافتنا من أن المعصومة تنام عيناه ولا ينام قلبه وإن كان الكلام بنحو المدارات هنا ولكن هذا الذي علمناه وهذا الذي نعرفه وهذه بديهيات ثقافتنا نتمسك بها ونتعلم منها ونعلمها للآخرين فموت النوم لا يطرأ عليهم مستحيل أن يطرأ عليهم نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم فكل الخلق راجع إليهم ليس الحديث عن الآدميين إياب الخلق إياب الخلق إليكم وهذا الإياب ليس محصورا بزمان أو مكان وليس خاصا بيوم القيامة مثلا هذا إياب مطلق في جميع الأحوال وذل كل شيء لكم هذه المضامين متسقة مع بعضها وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون المضامين واحدة الرؤية هي هي وذل كل شيء لكم السلطة هي هي والعزة الإلهية هي هي إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم الإحاطة هي هي الإحاطة إلهية الرؤية إلهية العزة إلهية السلطة إلهية فموت النوم لا يطرأ عليهم وموت القلب لا يطرأ عليهم موت القلب لا يطرأ عليهم لأن حياة القلوب بمعرفتهم هم جوهر الحياة فلا معنى لأن يطرأ عليهم هذا الموت لا يمكن أن يكون قريبا من أفنية قدسهم موت الحتف هو هذا الذي تحدث عنه رسول الله وتحدث عنه أمير المؤمنين من أن ميتنا لم يموت يجري الموت عليهم ولكن بحسب قوانين المدارات التكوينية مثلما مر علينا في مسألة الملك الذي يبعث رسولا فإنه سيظهر في صورة رجل من الرجال وذلك مصداق من مصادق المدارات التكوينية مر الكلام في هذا في أول الحلقة إذن لا يجري عليهم لا موت النوم ولا موت القلب ولا موت الحتف فهل يجري القتل عليهم إذا كان بحسب قوانين المدارات التكوينية إنه يجري عليهم فقد جرى على حسين وأهل حسين وقد جرى على رسول الله وجرى على أمير المؤمنين وجرى على الصديقة الطاهرة فقد جرى القتل عليهم لكن القتل الذي جرى عليهم هو غير القتل الذي يجري على أوليائهم الذين قتلوا في سبيلهم فإن أوليائهم الذين قتلوا في سبيلهم جرى عليهم موت القتل جرى عليهم القتل فصاروا أحياء محمد وأهل محمد هم سبيل الله الذي بسببه صار الذين قتلوا في سبيل الله أحياء فالقتل الذي يجري عليهم بحسب قوانين المدارات التكوينية لأنهم هم سبيل الله ماذا نقرأ في الآية الثالثة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الآية تتحدث عن سبيل لله عن سبيل واحد هذا هو دين الإسلام هذا هو دين الله الدين الواحد منذ زمان أبينا آدم إلى زمان رسول الله وإلى يوم الظهور هذا هو دين محمد وأهل محمد وغير هذا سبل متفرقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ماذا تقول العترة الطاهرة في تفسيرها لقرآنها إنني أقرأ عليكم من الجزء الأولي من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة أربعمية وثلاثة عش إنه الحديث الرابع والعشرون بعد المئة عن بريد العجلي عن الباقر صلوات الله عليه قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال أتدري ما يعني بصراطي مستقيما قلت لا الإمام يقول لبريد العجلي أتدري ما يعني بصراطي مستقيما قلت لا قال وَلَا يَتُ عَلِيٍّ وَالْأَوْصِيَاءِ والأوصياء من بعد قال وَلَا يَتُ عَلِيٍّ وَالْأَوْصِيَاءِ قال وَلَا يَتَدْرِي مَا يَعْنِي فاتبعوه فاتبعوه قال قلت لا قال يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فاتبعوه هذا الضمير هذا الضمير هذا الضمير يعود على علي وكل خير في كتاب الله يعود على علي وكل حق في كتاب الله يعود على علي لماذا؟ لأن الحق يدور مع علي حيث ما دار علي لا يدور مع الحق لماذا؟ لأنه جوهر الحق لأنه أصل الحق لأنه حق الحق الحق هو الذي يدور مع علي الحق عبد لعلي فعلي سيد الحق ولذا يدور الحق معه حيث ما دار قال وتدري ما يعني فاتبعوه قال قلت لا قال يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال وتدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قلت لا قال ولاية فلان وفلان والله فلان وفلان الأول والثاني أقطاب سقيفة بن ساعد هذا العنوان نحن نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة هذه الكناية نحن نعرفها ونعرفها جيدا قال وتدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قلت لا قال ولاية فلان وفلان والله قال وتدري ما يعني فتفرق بكم عن سبيله قلت لا قال يعني سبيل علي صلوات الله عليه هل تريدون كلاما أوضح من هذا نذهب إلى فاصل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا المصطلح وهذا العنوان في القرآن الصراط المستقيم هذا اسم مختص بأمير المؤمنين لا على سبيل المجازي ولا على سبيل الكنايات هذا هو الاسم الحقيقي لعلي بن أبي طالب الاسم الحقيقي لعلي بن أبي طالب في القرآن الصراط المستقيم الصراط المستقيم يساوي علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يساوي الصراط المستقيم هذا منطق القرآن في كل الآيات من أول القرآن إلى آخره هذا ما هو كلامي هذا منطق العترة الطاهرة وهذا تفسيرهم لقرآنهم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ماذا نقرأ في سورة آل عمران إنها الآية الحادية والثلاثون بعد البسملة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا هو الاتباع الذي تحدثت عنه الآية الثالثة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام التي كنت أتلوها عليكم قبل قليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ماذا نقرأ في تفسير العياش أيضا في هذا الجامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية في الصفحة التسعين بعد المئة إنه الحديث السابع والعشرون أيضا عن بريد العجلي عن بريد ابن معاوية العجلي قال كنت عند أبي جعفر عند الباقر صلوات الله عليه إذ دخل عليه قادم من خراسة من شيعته كنت عند أبي جعفر عند الباقر صلوات الله عليه إذ دخل عليه قادم من خراسة ماشيا جاء مشيا على أقدامه من خراسان إلى المدينة لكي يزور إمامه فأخرج رجليه وقد تغلفت تغلفت أي أن جلد رجليه قد تغير تيبس صار جلدا ثانيا بسبب صعوبة السفر ولطول المش وقال أما والله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت هذا الذي تراه يا ابن رسول الله في قدمي لقد تغير جلدي أما والله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت فقال أبو جعفر صلوات الله عليه والله لو أحبنا حجر حشره الله معنا لو أحبنا حجر حشره الله معنا إذا مات على حبه لا تنسوا فإن كثيرين يحبون علي وآل علي في الدنيا لكنهم لا يموتون على حبه هناك حب مستودع تذكروا هذا فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه والله لو أحبنا حجر حشره الله معنا وهل الدين إلا الحب إن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال يحبون من هاجر إليهم وهل الدين إلا الحب وأي حب إنه حب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية جميلة أعيد قراءتها عليكم تدبروا فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بريد العجلي يقول كنت عند أبي جعفر عند الباقر صلوات الله عليه إذ دخل عليه قادم من خراسان ماشيا فأخرج رجليه وقد تغلفت تغير جلدهما وكأن القدمين قد غلفت بشيء غريب وقال وقال أما والله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه والله لو أحبنا حجر حشره الله معنا وهل الدين إلا الحب إن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال يحبون من هاجر إليهم وهل الدين إلا الحب فهذا الحب وهذا الاتباع لذلك السبيل الذي تحدثت عنه سورة الأنعام الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما غفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما غفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ماذا نقرأ في أحاديث تفسير العياش في صفحة في صفحة الخامسة والعشرين بعد المئتين إنه الحديث التاسع والخمسون بعد المئة عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال سألته عن قول الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم قال لي يا جابر أتدري ما سبيل الله قال لا أعلم جابر يقول لا أعلم إلا أن أسمعه منك فقال الباقر سبيل الله علي وذريته صلوات الله عليه سبيل الله علي ومن قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله من هنا قلت لكم من أن القتل في سبيل الله وهو موت وهو موت نوع من أنواع الموت لا يجري عليهم لأن القتل هذا سيؤدي إلى حياة المقتولين لماذا؟ لأنهم قتلوا في سبيل الله هم سبيل الله هم أساس الحياة فكيف يجري هذا الموت وهذا القتل عليهم؟ إنما يجري بحسب قوانين المدارات التكوينية قال لي يا جابر أتدري ما سبيل الله؟ فقال جابر لا أعلم إلا أن أسمعه منك فقال سبيل الله علي وذريته ومن قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله الآية هذه هي حقيقتها ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون مما يجمعون في هذه الدنيا من كل شيء يجمع من كل شيء يجمع من اللذائذ من الأموال من الشهرة من السلطة من الأنصار من الأصدقاء من كل شيء يجمع من التفاهات من السفاهات من كل شيء يجمع في هذه الدنيا في دعاء الندبة الشريف إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في دعاء الندبة الشريف وهو دعاء مروي مرة عن إمامنا الصادق ومرة عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه إننا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين أبناء الحسن؟ العترة المعصومة أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين أبناء الحسن؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ هؤلاء هم السبيل هؤلاء هم سبيل الله وهؤلاء هم سبيلنا أين السبيل بعد السبيل؟ أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين أبناء الحسن؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله يا صاحب الأمر أين بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادي أين المعد لقطع دابر الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين 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 طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين طالب بدم المقتول بكربلاء وماذا نقرأ أيضا في الدعاء نفسه ونحن نخاطب إمام زماننا قائم آل محمد يبنى الشهب الثاقبة يبنى الأنجم الزاهرة يبنى السبل الواضحة ألا تلاحظون أن الكلمات هذه تأتي منسجمة مع الكلمات التي قرأتها قبل قليل من الدعاء نفسه هي هي إنها موسقة 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 أدبية وبلاغية في غاية الإتقان والجمال يبنى الشهب الثاقبة يبنى الأنجم الزاهرة يبنى السبل الواضحة يبنى الأعلام اللائحة يبنى العلوم الكاملة سيدي يا فقية الله في زيارة الجامعة الكبيرة في النسخ الأصلية حينما نصل إلى هنا ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوام والسبيل الأعظم في مفاتح الجنان ليس هذا مثبتا ذكر على الحاشية في النسخ القديمة للزيارة أنتم الصراط الأقوام والسبيل الأعظم السبيل الإلهي الأعظم محمد وآل محمد وقت الحلقة صار طويلا ولم ينتهي كلامي لازلت في أجواء ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن ميتنا لم يمت سأعود غدا كي أكمل الحديث نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم دعا جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر